الحديث أكثر حول هذا الموضوع معي من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي سرمد البياتي أهلا بك سيد البياتي معنا في العراق اليوم وكل عام وأنتم بألف خير بداية رغم أنها مناسبة سنوية لعيد الجيش العراقي إلا أن الأهم من ذلك كله بطبيعة الحال الحديث عن مدى التقدم الحاصل بقدرات المؤسسة العسكرية العراقية بسم الله الرحمن الرحيم وكل العام وجيش العراقي بألف خير هذا الجيش البطل اليوم 102 سنة على تأسيس جيش العراقي مر بحروب كثيرة مر بتواريخ بها انتصارات وبها بعض الأحيان أخفاقات وهذا معروف لكن الآن نحن ننطلق انطلاقة جديدة خاصة بعد أن هزمنا أخطر تنظيم في العالم وهو تنظيم داعش الإرهابي إذن نحتاج الآن نحن نسمي في الجيش إعادة تنظيم إعادة تنظيم يشمل تعويض الأسلحة المفقودة تعويض الموارد البشرية تعويض العتاء تعويض كل هذه الأمور فترة إعادة تنظيم تستمر بعض الأحيان سنتين أو ثلاثة لكن يحتاج لها دعم مادي قوي حقيقة الدعم المادي غير متوفر بالشكل ربما نحن قد نكون كضبات قدماء لا نرضى به فأناك مثلا نقص في أعداد المسيرات الحديثة مع العلم تم توقيع أعتقد على أربع مسيرات حديثة في صينية والتعاقد على رادارات نحتاج رادارات أنتي درون التي هي منخفضة تردد عدنا عالية تردد عدنا فرنسية وعدنا أمريكا ونحتاج مضادات جوية صواريخ ضد الأهداف الجوية نحتاج أهم شيء الاستخبارات من الجو لأن الآن نقاط العدو ليس عدو بالمعنى الصحيح إنما عدو عبارة عن عصابات إذن نحتاج إلى رصد هذه العصابات عندما أتكلم عن مسيرات هي ليس فقط ضد التنظيم الهرابي لا هناك سرقات للنفط هناك استهداف في أبراج الطاقة ما الذي يمنع توفرها سيد البياتي وجود الاستخبارات من الجو ما الذي يقف حائلا دون توفرها والله الآن يحمل المسؤولين مس النواب حقيقة الموضوع واضح جدا الآن لو ما قانون الأمن الغذائي وإعطاء 10 مليار ما يقارب أو هذا إلى وزارة الدفاع 10 مليار دينار تقريبا 80 مليون دولار هذه لا تعمل شيء بالمناسبة لا تعمل شيء اليوم العتاد غالي صاروخي الهيلفاير الأمريكي الذي ضربه الأفسكستين هذا سعره 11 ألف دولار يصل إلى 11 ألف دولار الكاميرات الحرارية النواظير الليلية للجندي نحن كان سابقا حروبنا أذكر كان عندنا مشكلة بالنواظير الليلية تعرفها يحتاج لها بطاريات ويحتاج لها شحن ويحتاج لها كثير من الأمور الطائرات لحد الآن اعتمادنا على الأفسكستين نحتاج الآن ربما تدخل تي خمسين وفقط عندنا غيرها سيزنا كارفان بشكل عام سيد البياتي فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية كانت هناك انتقادات توجه خصوصا ما بعد عام 2003 وحالات الدمج التي اعترت المؤسسة العسكرية الأمنية بشكل عام هل نجحت المؤسسة بتصفية صفوفها من الداخل وفي نفس الوقت هل تعتقد أن هناك من يحاول أضعاف هذه المؤسسة بإنشاء مؤسسات رديفة ربما تكون ذات ولااءات متشعبة أخرى أنت وضعت أصبعك على الجرح المؤلم نحن كمؤسسة عسكرية كضباط قدماء الضابط العسكري هذه الرتبة العسكرية هذه لها قدسية في كل جيوش العالم عاد إذا الجيش العراقي الذي أساسه هو الضبط العسكري نعم لم تستطع تماما أن ننقي المؤسسة العسكرية من الضباط التي بعض الأحيان لهم تسميات خاصة ترفع عن ذكرها الذين أتوا ووضعوا ربما شارة ركن أو وضعوا رتبة بدون الدخول في الكليات العسكرية نحن دخلنا بالكليات العسكرية وعلمونا على الضبط وعلى الاحترام لحد الآن تصور والله لحد الآن ونحن مدنيين لكن ننادي الضباط الأقدم من عندنا وهم مدنيين أيضا تصور هم مدنيين أيضا نناديهم بكلمة سيدي سواء في حفلة أو في جلسة والله ما نستطيع أن نناديه بغير سيدي يعني بهذه أعمارنا أصبحنا أجداد لكن ما نقدر هذه المؤسسة العسكرية علمتنا فلذلك هذا الموضوع ما يفتهم الضابط اللي مداخل كليا عسكرية اللي ما يعرف شنو قدم العسكرية ما يحترم الرشبة العسكرية نعم أنا أرى بأنه يجب أن يكون الجيش هو المؤسسة الأولى للدفاع عن البلاد هذا أما بقية المؤسسات فتأتي بعده في هذا الموضوع الجيش هو سور الوطن وهو لخدمة المواطن وخدمة هذا البلد بكل حدود أنا أرى أنه يجب العمل على تلقية هذا الموضوع هل هناك أي تأثير سياسي حزبي على بنية المؤسسة العسكرية وعلى أفراد هذه المؤسسة أم أن ذلك التأثير بدأ يخف الأولى الأخيرة تأثير تأثير موجود بالعراق تأثير موجود لكن الأخطر من التأثير كنت أتمنى أن تسألني عليه هو موضوع المحاصصة هذا الموضوع هذا أشد ما يؤلم الضابط والجند العراقي اليوم إذا كان هذا قائد الفرقة الشيعي يجب أن يكون معاون قائد الفرقة سني أو هذه التسميات يا أخي غطأ إحنا كنا بالعسكر سابقا ما نعرف هذا شيعي هذا سني هذا مسيحي أصلا ما مسموحنا نتكلم بهذا الكلام يعني ربما نحل محاكم عسكرية إذا نطقنا بهذا الكلام فهل مياه المعقول الآن أصبح هذا الكلام رسمي هذا المنصب للشيعة هذا المنصب للسنة هذه مؤسسة عسكرية عظيمة ما نريد إحنا نحاول أن ندخل مثل هذه التسميات بيجا يعني أتمنى أن نتجاوز هذا الموضوع مستقبلا وبأسرع ما يكون من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي سرمد البياتي شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا ل Friedrich